بدأت بوهران غرب الجزائر فعاليات النسخة الثانية عشر للمهرجان الدولي للفيلم العربي بمشاركة عربية متنوعة بحيث ستتنافس العديد من الأفلام الوثائقية والسينمائية على جائزة الوهر الذهبي ويتنافس في المهرجان 41 فيلما منها 11 فيلما روائيا طويلا وعشرة أفلام وثائقية طويلة وثمانية أفلام وثائقية قصيرة واثني عشر فيلما روائيا قصيرا وخصصت إدارة المهرجان في هذه الدورة برنامجا فنيا للسينما الفلسطينية من خلال تقديم برنامج يحمل عنوان المسافة صفر من غزة إلى وهران وهو عبارة عن إبداعات لاثنين وعشرين مخرجا فلسطينيا من قطاع غزة وتحت في هذه النسخة بالفن السابع العراقي حيث سيتم عرض خمسة أفلام عراقية ضمن برنامج تحت عنوان نظرة على السينما العراقية ضمن برنامج تحت عنوان نظرة على السينما العراقية